إن حدث فستكون تداعياته كارثية على الشرق الأوسط والكلام للرئيس الروسي بلاديمير بوتين وإن استمر نهج الإسرائيليين في غزة على حاله فلا مفر من توسع دائرة الصراع والكلام لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أما واشنطن فلا تخفي قلقها من هذا الاحتمال فهل يحصلوا فعلا وفق جديد المعطيات هناك في البحر الأحمر احتجز الحوطيون سفينة شحن منذ ساعات كانت متجهة من تركيا إلى الهند أما الجيش الإسرائيلي فسارع ليقول لا هي إسرائيلية ولا تضم إسرائيليين ضمن تواقمها السفينة مملكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية يرد مكتب نتنياهو لكنها مستأجرة من شركة إسرائيلية وما سبق لا ينفي وفق المكتب نفسه بأن ما حدث هو قفزة للأمام بالعموم ومنذ السابع من أكتوبر أعلن الحوطيون مرارا عن استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية يقولون أنها تضرب وتصيب فيما تؤكد إسرائيل أنها تعترضها بما لديها من منظومات أما الأمريكيون فيراقبون ويقلقون ويحصون استهدافات تلاحقهم في سوريا والعراق تنفذها ميليشيات تابعة لإيران كما يقولون البنتاجون أكد أن واحدا وستين هجوما وقع منذ السابع عشر من أكتوبر على قواعد ومنشأات أمريكية في كلا البلدين تسببت أحيانا بوقوع إصابات وفق ما أوردته الوكالات تركز واشنطن في الرد على هجمات سوريا وتتحاشى هجمات العراق تريد بذلك منع تصعيد العنف وتجنب جذب مزيد من العمليات ضد قواعدها في البلدين وهذا أكثر ما لا يريده الأمريكيون الآن وإن كانت التحركات ضد القواعد الأمريكية تتركز شرقا في سوريا إلا أن دمشق لم تتخذ أي أجراء ضد إسرائيل حتى الآن جبهة سوريا هادئة إلا من إطلاق صواريخ نادرة لا تتجاوز حدود الأراضي السورية مرة ومرة تسقط في أراضي خاوية في الجولان وبالنسبة للبنان فاستهداف يرد عليه بآخر واشتباكات يومية مستمرة وتهديدات إسرائيلية لحزب الله بعدم تجاوز الخطوط الحمر وإلا فمصير مشابه لذلك الذي يلحقونه بغزة فيرد الحزب تهديدات مضادة وبعض الاستهدافات تاركا السؤال مطروحا عن سبب عدم دخوله الحرم بكل قوته حتى الآن للتفاصيل يلضم إلي من عدن مراسل الشرق عبد الخالق الحود عبد الخالق أهلا بك معنا في دائرة شرق عبد الخالق إذن ما تفاصيل يعني احتجاز الحوثيين لهذه السفينة في البحر الأحمر وهل من جديد فيما يتعلق بهذه السفينة مرحبا ميراشان عام قبل قليل تبنى الحوثيين رسميا احتجاز أو اختطاف سفينة قالوا بأنها إسرائيلية من مياه البحر الأحمر اقتادتها قوات تابعة للحوثيين إلى ميناء الحديدة طاقم هذه السفينة بحسب مصادر للشرق جرأ أيضا نقلهم عبر مروحية خاصة إلى صنعاء للتحقيق معهم الطاقم أيضا قيل بأنه مكون من 22 شخصا غالبهم من الجنسية الأسيوية تحديدا من الهند بالإضافة إلى طاقم السفينة أو ربما هذه السفينة جميعهم نقل إلى صنعاء التداعيات هنا كثير من الشركات الملاحية كثير أيضا من الشركات العاملة في الملاحة تتخوف من تداعيات هذه العملية وأيضا من ارتفاع تكلفة التأمين البحري بالإضافة إلى أننا نتحدث ميراشا عن 15% من إمدادات النفط العالمية تمر من هذا المضيق البحري الهام إلى أماكن كثيرة في العالم أيضا تجدر الإشارة ميراشا إلى أن السفينة هذه كانت قد انطلقت من تركيا باتجاه الانت كما سلتها كما أسلت في سياق هذا الخبر أيضا شكرا جزيلا لك عبد الخالق سنبقى بالمتابعة معك فيما يخص هذا التطور مراسل الشرق عبد الخالق الحوض من اليمن شكرا لوجودك معنا سنناقش هذا التطور مع ضيفي من واشنطن عبر سكايب ينضم إلي سيد دكوتا وود كبير البحثين في معهد هارتج ومن عمان عبر الأقمار الصناعية دكتور عمر الرداد الخبير العسكري والستراتيجي أهلا بكما أبدأ معك سيد دكوتا إذن إسرائيل أكدت أن لا إسرائيليين بين مالكي أو طاقم هذه السفينة لكن كيف تقرأ هذه الخطوة من الحوثيين طبعا على خلفية حرب إسرائيل في غزة حقيقة أعتقد أنكم قمتم بعمل رائع في شرح مدى التعقيد الذي يرتبط بهذه العلاقة بالسرع الموجود في الشرق الأوسط عند الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها نرى أنها بالطبع ترتبط بتدفق التجارة الحرة بشكل آمن في مختلف منبرة الشحن وغيرها والكثير من التجارة العالمية تعتمد على ذلك بالنسبة للحوثيين ربما يختطفون سفينتنا وأخرى نحن نعلم أن إيران هي التي لها تأثير كبير على الحوثيين وبالتالي ربما الاستفزازات الإيرانية يرى من خلالها الحوثيون أن هذه السفينة كان بوسعهم أن يقوموا باختطافها وأن هناك ارتباط بملكية إسرائيلية لهذه السفينة وهذا أمر محل نقاش لكن بالحديث عن التداعيات وما أشرتم إليه من الصعب للغاية أن نعرف لماذا تقدم حكومة أو دولة ما على اتخاذ قرار ما في هذا الشأن لأن لدينا توترات إقليمية وتوترات عالمية ويمكن أن يكون هناك انتهازا لهذه الفرصة ليثبت الحوثيون أنهم بوسعهم القيام بمثل هذه الهجمات ويمكن استخدام طاقم السفينة كرهاء لدفع الفدية والأمر نفسه بالنسبة للسفينة شركات التأمين وملاك هذه السفينة هل سيدفعون لحوثيين ذلك الثمن لإطلاق صراحهم أو ربما تعد مصدر أرباح لهم إذن من الصعب للغاية أن نعرف التفاصيل الدقيقة لماذا أقدم الحوثيون على انتقاء هذه السفينة تحديدا لنضع إلى التداعيات التي أشارتم إليها بشكل واضح دكتور عمر أنت كيف أيضا تقرأ هذه الواقعة وتحديدا هل تقرأ فيها مؤشرات على توسع الصراع أو الحرب الدائرة في غزة اليوم لا شك أنه لهذه الواقعة علاقة وطيضة بما يحدث في غزة كيف تعتقد ستعقد هذه الخطوة الوضع في المنطقة خاصة أنه في دعوات كثيرة جدية لوقف إطلاق النار تجنبا لحرب في المنطقة وكان آخرها طبعا ما جاء على لسان ملك الأردن نعم أعتقد إيران ظهرت بعد السابع من أكتوبر في ورطة إذ أنها طرحت قبل ذلك وعبر تعبئة إعلامية حاد جدا موضوع وحدة جبهات المقاومة حينما وقعت 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى وجدت نفسها في مأزق ورأينا التلكؤ الإيراني بين خطاب إعلامي ربما يشجع ويؤكد العلاقة الوثيقة مع فصائل وجبهات المقاومة سواء تجاه حزب الله أو الحجد الشعب العراقي أو الميليشيات الموجودة في سوريا كما أشرتم في تقريركم كان لابد من هذا الحراك والحفاظ على قواعد اجتماك محددة كانت حصة الحوثيين باليمن أعتقد من خلال المسيرات والصواريخ المجنح التي أرسلت إلى إيلات ثم جاءت المفاجأة اليوم بهذه العملية وهو ما يؤكد ارتباطها ارتباطا وثيقا حقيقة بتداعيات الحرب في غزة لكن العملية ذاتها تطرح العديد من التساؤلات الحقيقة حول مدى معرفة الحوثيين استخباريا بهوية هذه السفينة التي انطلقت من السواحل والموانئ التركية مرورا بالسويس وصولا إلى اختطافها واقتيادها في قريبا من الحديدة ربما السؤال المطروح أيضا حول دور البحرية الأمريكية في البحر الأحمر نذكر أن هذه البحرية أسقطت مع انطلاق حرب غزة عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة فربما يكون مناسبا طرح تساؤلات حول هذه البحرية الأمريكية وقدراتها الاستخبارية لا سيما وأنه تم اقتياد السفينة من مسافة بعيدة ولعل السؤال الثالث المطروح فيما إذا كان الحوثيون هل يستبدلون اطلاق الصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل على عائلات بهذه العمليات أم ستكون محدودة نحن أمام روايتين الحقيقة الرواية الإسرائيلية التي تحاول أن تذهب بهذه العملية باتجاه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب الدولي وأن إيران تقف وراء العملية حتى أن بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يذكر الحوثيين بل ذكر إيران فيما هناك رواية الحوثيين التي ربطت بين استمرار اختطاف هذه السفن التي ترتبط بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل بحرب غزة بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والضفة إذن بالخلاصة لا أستطيع أن أعزل بين هذه العملية الحقيقة وأنها جاءت ضمن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل وربما كانت دور الإيراني نعم عذرا على المقاطعة سيدة قلت استنادا إلى كل ما ذكره دكتور عمر باعتقادك ما حجم تأثير هكذا حوادث على مقاربة واشنطن للحرب في غزة أو على الأقل لطريقة تعاملها مع الممارسات الحوثية تحديدا كان لجهة الصواريخ التي كانت تطلق باتجاه إيلات في إسرائيل أو لجهة هكذا عمليات باعتقادك هل سيكون لها تأثير كبير أو حتى على المقاربة العامة للولايات المتحدة لما يحصل في غزة لأي مدى تعتقد أنه ستتأثر بما يحدث وستغير هذه المقاربة وتعدل فيها أعتقد أن هذه الحادثة تحديدا لن يكون لها تأثير كبير من شأنه أن يغير من السلوك الأمريكي في الشرق الأوسط لكنها تذكرنا حقيقة أننا مجددا هذا أمر يمثل بيئة معقدة وخطرة للغاية كما ذكر الإسرائيليون بالفعل كان هناك العديد من الهجمات من الحوثيين ضد إسرائيل في غيرها من ما يتعلق بهجمات بالصواريخ الباليستية والطبع الحوثيون والإيرانيون حاولوا أن يقوموا بالاستيلاء على عدد من السفن البحرية التي كانت تبحر في هذه المنطقة لذا فإن عملية الاختطاف لهذه السفن تمثل دليلا جديدا في نمط سلوك واضح المعالم ولهذا السبب فإن البحرية الأمريكية بالفعل قد رفعت من درجة استعدادها لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ ومحاولات اختطاف السفن ومحاولات القرصنة سواء كانت تأتي من اليمن لكن هل تدفع الولايات المتحدة سيد داكوتا إلى زيادة وجودها العسكري في المنطقة بهدف منع توسع الصراع هل ستشعر واشنطن بالخطر من توسع الصراع حقا وتدفعها إلى زيادة وجودها العسكري ربما مجددا الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بالفعل هي للتوسع هذا الصراع ولهذا فإن هناك هذه النقاشات الدائرة حاليا مع القطريين ومع المملكة العربية السعودية وبشكل غير مباشر مع إيران نفسها كل من يمكنه أن يؤثر على ما تقوم به حماس في غزة إضافة إلى التأثير على إسرائيل نفسها هناك نقاشات تجري للوصول إلى وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام وتبادل أرهائن إذن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بالفعل حيال المنطقة ولقد بذلت جهودا لمحاولة منع توسع هذا الصراع سواء كان يأتي ذلك من خلال زيادة وجودها البحي لا أعتقد ذلك فهناك بالفعل مجموعتين من حاملات الطائرات الموجودة وبالإضافة إلى مجموعات قتلية جاهزة من البحرية الأمريكية تم إرسالها للمنطقة وهناك حوالي ست أو ثماني مجموعات من الطائرات المقاتلة والهجومية تم إرسالها للمنطقة وبالتالي فالبحرية الأمريكية لا تستطيع أن تتحكم في كافة السفن وأن تحمي كافة السفن في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي تعذرا على المقاتحة بقي لدي فقط دقيقتان اسمح لي أن أذب بسؤالي الأخي لدكتور عمر دكتور عمر باعتقادك إلى أين تسير الأوضاع لأي مدى بدأت تخرج عن نطاق السيطرة وهل مثلا من الوارد أن نشهد زيادة في عدد الهجمات على القوات الأمريكية مثلا في سوريا في العراق أن تكون بوتيرة أكبر ما الذي تتوقعه؟ نعم إلى حد كبير جدا الهجمات مدروسة من كلا الجانبين الأمريكي والإيراني حتى اللحظة وأذكر أن كل الهجمات الإيرانية لم تقتل أي جندي أو مدني أمريكي حتى اللحظة كلها إصابات بجروح طفيفة والصواريخ الإيرانية ما زلت أؤكد أنها لا تقتل الأمريكيين بأي صيغة من الصيغة لكن هناك الاحتمالات الصفرية أو السيناريوهات الصفرية ربما تنفلت الأمور بأي لحظة سواء على مستوى القطع البحرية أو حتى من قبل الميليشيات الإيرانية خلال الصراع والضربات التي توجهها للقوات والقواعد الأمريكية تحديدا في سوريا هذا يبقي الحقيقة الاحتمالات رغم أنها احتمالات ضعيفة أن يتوسع الصراع وأن تدخل به أطراف إيرانية بشكل فاعل يتجاوز الصورة الحالية يبقى احتمالا واردا رغم الضبط وما يمكن وصفه بالتفاهمات السرية والعلنية المنضبطة بين الطرفين الإيراني من جهة والميليشيات الإيرانية معها بالإضافة إلى أمريكيا لا سيما وأن هناك الكثير من أطراف الصراع ربما لها مصلحة بالشرق الأوسط الحقيقة بمزيد من التصعيد لغاية خلط الأوراق مجددا في ضوء ما يجري من تطورات بقطاع غزة وهذه الحرب التي تشنع غزة والضفة نعم شكرا جزيلا لك دكتور عمر الرداد الخبير العسكري والستراتيجي الشكر موصول لسيدة كوتا وود كبير الباحثين في معهد هارتج شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم